اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا بعزتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما توون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم جنة دارنا وقرارنا برحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت السميع القريب برحمتك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب الأفو فاعفو عنا فاعفو عنا يا كريم فاعفو عنا يا رحيم فاعفو عنا يا أكرم الأكرمين يا الله يا صمد يا من لم يلد ولم يولد اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان برحمتك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا كما نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى كما نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل تراويحنا اللهم تقبل خشوعنا واركوعنا برحمتك يا رب العالمين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار